تقدم سمو الشيخ ناصر من حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الانسانية وشؤون شباب مستشار الامن الوطني رئيس مجلس امناء المؤسسة الملكية للاعمال الانسانية بخالص الشكر والتقدير الى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للاعمال الانسانية على ما تفضل به جلالته من اشادة بالنجاح الباهر والتجاوب منقطع النظير الذي ابداه اهل البحرين الكرام مع الحملة الوطنية في نخير وتقديره للمساهمات القيمة من قبل المواطنين والتجار ورجال الاعمال والمؤسسات البنكية والمصرفية والشركات والجمعيات والمقيمين والافراد الذين لبوا نداء الوطن في تقديم الدعم والمساهمة في هذه الحملة الوطنية والتي كما قال جلالته ايده الله انها عكست ما يتميز به المجتمع البحريني الاصيل من قيم نبيلة في الخير والبذل والعطاء والتكافل والترابط والتلاحم مكنت البحرين من تخط الكثير من التحديات وقال سموه بان ما تفضل به سيدي جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه من اشادة بدورنا في اطلاق هذه الحملة الوطنية والجهود النبيلة للمؤسسة الملكية للاعمال الانسانية في دعم هذه الحملة ومبادراتها واعمالها الخيرية والانسانية المتواصلة في داخل البحرين وخارجها له اكبر وسام نتشرف به ونضعه على صدورنا وتقدير عظيم من شخصية وقامة عظيمة كنا ولا نزال وسنظل نتعلم ونسترشد بها في جميع الاعمال والمهام المناطة بنا فجلالته حفظه الله ورعاه القدوة والمثل في التضحية والعطاء من اجل هذا الوطن وقد ظهر هذا جليا في العديد من المواقف واللحظات التاريخية لمملكتنا الغالية ومن ضمنها اهتمام جلالته الكبير بحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين منذ بداية ظهور هذا الوباء حيث وضع جلالته صحة المواطنين والمقيمين على رأس الاولويات وامر حفظه الله بتخصيص ميزانية كبيرة لحماية الانسان والاقتصاد الوطني من هذا الوباء لتكون البحرين رائدة في التصدي لوباء كورونا على المستوى العالمي واكتساب المملكة السمعة الطيبة والاشادة الدولية من منظمة الصحة العالمية بفضل هذه التوجيهات السامية لحظرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ان هذه الاشادة والتقدير السامي من سيدي جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه تجعلنا امام مسئولية كبيرة بان نضاعف الجهد والبذل والعطاء ونسأل الله سبحانه وتعالى بان يوفقنا في اعمالنا والمهام المناطة بنا وان نكون عند حسن ظن سيدي حظرة صاحب الجلالة الملك المفدى دائما معاهدين جلالته بان نبذل المزيد من الجهد ونواصل العمل بكل جد واشتهاد لخدمة مملكتنا الغالية في ظل القيادة الرشيدة لسيدي جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه من جانبه رفع الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية رئيس لجنة تنسيق الجهود القائمة في الحملة الوطنية في النخير أسمى آيات الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية على ما تفضل به جلالته من إشادة بنجاح حملة في النخير وجهود المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في عمل الحملة وما تقوم به من أعمال ومبادرات خيرية وإنسانية داخل البحرين وخارجها وقال الدكتور مصطفى السيد بأن جميع ما تم من نجاح وما تحقق من إنجازات لم يكن ليتحقق لو لا توفيق الله سبحانه وتعالى ومن ثم الدعم والاهتمام الكبير الذي يليه جلالة الملك المفدى حفظه الله بعمل المؤسسة منذ إنشائها وكذلك القيادة الشابة والطموحة لسمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة والذي استطاع أن يقود دفة العمل الإنساني بكل تميز واقتدار مكن المؤسسة من نيل الإشادة والتقدير الكبيرين من سيد حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه والتي نعتبرها أكبر وأعلى وسام يحصل عليه ويحصل عليه العاملون وجميع منتسبي المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ويكفينا فخرا واعتزازا بهذا التقدير وهو في الوقت نفسه يضعنا أمام مسؤولية كبيرة لمواصلة العمل بكل جد لتحقيق الرؤى السامية والهدف النبيل الذي أنشئت المؤسسة من أجله ترجمة نانسي قنقر